طيب طبيعة القرعة كنت تتمنى حاجة في القرعة القرعة جات على هواك ولا انت شايف القرعة ايه انا شايف دي القرعة الافضل للنادي الافضل اه يعني انا رأي ان احنا بعيدنا عن مشوار عن سكة شيلسي البطولة بامر الله لو مشينا النادي الاهلي يحلفوا التوفيق فرقة بالمراس احنا يعني هنبدأ بمنتر المكسيكي دي العقب الاولى فرقة مسهلة طبعا فرقة قوية جدا بغض النظر ان ترتبها الحالي في الجدول الدور المكسيكي اللي بتتواجد بين الثامن او التاسع تقريبا مش دي القصة دلوقتي لا هي فرقة فرقة كرة وفرقة قوية جدا ودايما في اتحاد الكونكا كاف امريكا شملاء الوسطى بيبه هو البطل غالبا في سنين كتير جدا فرقة منتري فانت لو عديت منتري هتبقى بنسبة كبيرة جدا اطاعة تشهد كبير ان شاء الله ان انت ممكن السنة دي تكون متواجد في المبارات نهاية ليه لان عندنا بالمراس قابلناه الموسم اللي فات طبعا وخلنا منه الميدالية البنوزية للبطولة في السنة اللي فاتت في البطولة قادرين النادي الاهلي قادر انه يقدر يتغلب على بالمراس باذننا بس هتكوني العقبة الاولى زيان بقول الحرارة كابتن هاني انه لازم عندك ستيب باي ستيب هيكوني الاول عندنا منتري المكسيكي لازم نقدر نتفوق عليه ونعدي المبارات دي خلق انا اتفوق معك لان منتري كمان لو نفتكر يمكن ليه نطار قديم عنده يمكن فاز على النادي الاهلي في نسخة 2013 في المغرب فاز عليه في كاس العالم القندية وخلي بالك زي ما انت بتقول مش عايزين الناس تبص ان هو قادر التاسع في الدور المكسيكي لا هو على مستوى بطولة الكونكا كاف كمان هو احد الابطال الدائمين لهذه البطولة يا بطولة كبيرة جدا كمان على الجزء الاخر عندهم لعيبة مميزة على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم عندهم لعيبة دولية في منتخب المكسيك عندهم مدافع قوي جدا عندهم مهاجم ارجنتيني وكمان المدير الفني اجيري اجيري طبعا المدير الفني السابق لمنتخب مصر هو المدير الفني لهذا الفريق وبالتالي حتى لو نتكلم على معرفته بالكرة المصرية معرفته بالنادي الاهلي بشخصية اللاعب المصري يعني بعرف كتير عنه كل دوة تحديات قدام النادي الاهلي ولكن زي ما بنقول يمكن يعني ان شاء الله بإذن الله نفوذ بالمماراتين علشان نوصل وطموحنا ان شاء الله للوصول للمباراة النهائية ان شاء الله بعمر الله وانا في كل احوال كابتن هاني زي ما يقول لك انا شايف ان الطريق ده افضل من طريق شيلسي حتى فرقة الهلال السعودي فرقة الهلال السعودي اصبحت حاليا يعني انت لو كنت السكة التانية هتقابل الهلال السعودي على طول يعني تقابل اول حاجة المطش اللي كسبان من الجزيرة واوكلاند سيدي هيقابل الهلال انت لو مكانهم دول وانت هتقابل الهلال مثلا فرقة الهلال السعودي حاليا من افضل الفرق على مستوى أسيا هو أفضل فريق في أسيا طبعا باطل دورة أسيا ولكن الفرقة في السين الفاتح دي تطور مستوىها بشكل كبير كنت هتعدي كنت هتصطدم بعد كده تاني برضو بتشيلسي فأنا شاف أن الطريق الأورى عادية مش سهلة ولكنها أفضل للنادي الأهلي من الطريق التاني